السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 29 تشرين الثاني نوفمبر وبما أنه توقعاتنا اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 11 و 52 دقيقة من ظهر يوم السبت يوم الغد بتوقيت جرانيتش القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 7 و 5 دقائق مساء بتوقيت جرانيتش من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر بما أنه موجود في برج العقرب اليوم معناته اليوم ما بنعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا بنحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهيمن أو مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي يمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وست دقائق فجرا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً عندنا الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانى والجينات أما بالنسبة طبعاً إذا كانت العملية غير قابلة للتأجيل فما في أي مشكلة ولكن إذا في مجال للتأجيل يكون أفضل واللي بيشعر بشيء غير اعتيادي في هاي الأعضاء يراجع الطبيب بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون غداً يوم السبت بيبدأ الساعة 6 و 18 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 11 و 12 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال الآن هو 27 يوم الساعة 2 و 31 دقيقة فجراً بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم الثمانية وعشرين نسبة الإضاءة نهاية اليوم بتكون 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الفجر منتحس بنسبة 10% القمر في العقرب حتى يوم 30-11 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الفجر سعيد بنسبة 30% ساعات الظهر سعيد بنسبة 60% أما ساعات المساء بيرجع نسبة ساعاته لـ 30% عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم 15-12 منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 7-12 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات العصر سعيد بنسبة 60% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% أرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بيتراجع حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل أيضا هذا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم مش أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ اليوم برضو ممكن يكون في عندك انشغال بمعاملة أو ملف برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا ما زال القمر موجود مقابلكم تماما بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم أهم شيء أن تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم وما تعرض لقاءك للفشل بيحملك هذا اليوم نوع من أنواع التوتر لأنها تعتبر من أكثر أيام الشهر ضغط عشان هي كدك تحاذر من الخصام وما تعادي أحد واتجنب الخلافات كليا خصمك قوي وطباعك ما راح تكون هادئة برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال راعي ظروفك الصحية أيضا اليوم بتعيد ترتيب الأوضاع وبتتحسن الأحوال برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان تجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ويعتبر اليوم فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم مش إنك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من الأعمال والمسؤوليات الأجواء مناسبة للتلاقي للتعارف للحب للغرام ويعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهم كل يوم في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب من أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم أهم مش إنه ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وبتبدو قلق وممكن تتذمر لأقل إشارة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتقومه بمفاوضات حثيثة ومفيدة أهم مش إنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز بسرعة خاطر والقدرة على إيجاد الحلول برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوثقها بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك خلال هذا اليوم أهم شي إنك توظف أموالك بشكل حكيم وممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم عندكو نشاط وعندكو حيوية وبينجد بلكو أفراد من الجنس الآخر وممكن تبادروا لخطوة جديدة من شأنها نهتدعم من مركزكم الاجتماعي تستعيد حماستكو بتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر ابتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات وممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير يعني فترة مميزة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة وبعدوا عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهمش إنك ما تجازف بسلامتك لأنها فترة فارغة من الحضوض برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمنية ومساعدة صديق أي فترة مميزة للتحالف وللتعاون وللمشاركة الفعلية اقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا بإثبات جدارتكم وللرضى المسؤولين أهمش تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا عمل المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك أهمش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتبك أو ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤوليتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء امتحان أو مقابلة تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار بتكون الفترة هاي نشطة جدا وممكن تشكل لك محطة للانطلاق بورش جديدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء